من إمارة الشارقة حيث افتتحت أيامها المسرحية في دورتها العشرين والتي حملت العديد من الأعمال المميزة كما تواجد عدد كبير من النجوم العرب كنقاط ومسرحيين تفاصيل متعرف عليها من صبح عطري برعاية شيخ سلطان بن محمد القاسم حاكم الشارقة تعود أيام الشارقة المسرحية بدورتها العشرون بمجموعة من العروض المسرحية الإماراتية والتي لم تحظى بعدد كبير من المشاركات لهذا العام بلغت العروض 11 عرضا منها 6 داخل المسابقة الرسمية المهرجان كل سنة والله الحمد قائم طبعا أكيد اليوم المهرجان يعني أفل شوي نجمه مو مثل السابق وطبعا احتبارات كثيرة التحديات كثيرة أمام هذا المهرجان منها انصراف الفنانين إلى الأعمال الدرامية جمعت أيام الشارقة هذا العام حجدا من النقاض والمسرحيين والممثلين ليكون المسرح محور جلساتهم ونقاشاتهم طبعا شيء جميل وخصوصا المسرح دلوقتي محتاج لبوش دفعا وسط التكنولوجيا الرهيبة الإعلامية وقنوات الفضائية اللي بالملايين فالمسرح بدأ يعني يهتز شوية يعني بينه بينك يعني المهرجانات دي بتدعمه بقى وبترجعه لعظمته يا رب إن شاء الله أولا أنا هي أول زيارة قليلة هذا المهرجان فما عندي تصور عملي عنه لحتى ما أبدو مشامل ولا مبالغ بس بعتقد أن الاحتفاء بالمسرح صار أمر يعني بيسلج صدورنا جدا لأنه المسرح فن مسكين ومحاصر وتحدياته كثيرة فدائما تصاهرات المسرحية حقيقة حقيقة هي بتفرحنا لأنه أنا بظل بشوف أنه المسرح هو من أهم المرجعيات الثقافية الفنية التطور المسرحي بده مجموعة عوامل مو بس مهرجانات المهرجانات هي أهمة وهي متماس لحضرتك أنه هي لبنة بس ولكن هناك فيه فيه مسلزمات أخرى للبناء لحتى يصير صرح حضاري اسمه المسرح يسترجع أمجاده السابقة اللي كانت بعصور بحقابات ماضية سواء كان الشرط السياسي أو الاجتماعي أو الإنساني أو الثقافي أو الفني أو الحضاري يعني فيه مجموعة عوامل لنهوض أي حركة فنية ومن ضمن المسرح المهرجانات هي الرافض الرئيسي لبناء حركة مسرحية متميزة أفتتحت الأيام المسرحية بعرض مسرحية تراب لمسرح الشرق الوطني من تأليف وإخراج محمد العامري وبطولة الفنان أحمد الجسمي والذي يتناول قصة الأرض برؤية فنية حديثة العرض نال استحسان الجمهور ووصفته الفنان الكبير سهير البابلي بهذه الكلمات أنا سعيدة قوي باللي شفته النهاردة في الشارج في المسرح العربي حاجة ما أحس خدد أنا قلت تترجم وتعرض الجميع العالم عشان يعرفوا يعرفوا قد إيه شبابنا عظيم قد إيه قوي قد إيه مساقف قد إيه عايز العون والإيد تتمدله أعم بس تتمدلوا بالله بأن أهل المسلم بيك وتعالوا عرضوا هنا مش إحنا اللي نشوفهم بس إحنا تعطينا لهم والمسرحية بتقول كده دمرونا خلاص فكريا وعاطفيا وقسريا دمروا اللي دخلوا عندنا دمرونا وإحنا فاكرين إن ده الأبتو ديت وده الموديرن وده الشياكة لا والله لا يعلو على كلمة الحق بهذا الحجد الجماهيري ومن المسرحين العرب افتتحت الشارق أيامها المسرحية والتي تستمر لمدة عشرة أيام عسى أن تكون هذه المهرجانات هي لبنة في دفع عجلة المسرح العربي إلى الأمام صبح عطري لبرنامج هذا